Want to speak real Arabic from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at ArabicPod101.com And today we will talk about the most important parts of these years وزي المصريين بيحتفلوا بي حاليا تفتكروا الرئيس المصري السابق حسني مباركة نازل عن حكم بعد كم يوم؟ هنوريكم الحل في نهاية الفيديو ده صورة 25 يناير هي صورة شعبية ابتدت في مصر يوم 25 يناير 2011 عشان تبين اعتراض الناس اللي شاركوا فيه على قلة الحريات السياسية حالة الطوارئ زيادة الفار صعوبة وجود فرص شغل وحساية البوليس افتقار السكن غلو المعيشة وارتفاع أسعار الأكل انتشار الفساد عدم وجود انتخابات حرة نظيفة انعدام الحرية للتعبير وسوق الأحوال المعيشة كانت الثورة التونسية هي شرارة البدء لتحريك مشاعر الشارع المصري فنظم كتير من الشباب ميسيرات ومظاهرات سلمية يوم 25 يناير عن طريق مواقع الاتتواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر بعد كان حصلت سلسلة من المظاهرات في الشوارع والإحتجاجات وأعمال العصيان المدني وديم كانت من أكبر مظاهرات شافتها مصر من أكتر من 30 سنة قدت المظاهرات الطويلة أخيراً لتنزل الرئيس السابق عن الحكم وإسقاط النظام الفاسد بعد 2011 أصبح يوم 25 يناير أجازة رسمية في مصر بيحتفلوا بين المصريين عن طريق التجمع السلمي لأعداد كبيرة في الميادين العامة خاصة ميدان التحرير اللي أصبح أشهر من نار على علام بعد الثورة غالباً بيقوم مسارح خشبية في الميادين العامة للفرق الموسيقية اللي بتغني أغاني وطنية عشان يحتفل الناس بذكرى ثورتهم تعرفوا أن في موقع حصلت أخلال أيام الثورة اسمها موقعات الجمل؟ ده لأن أنصار النظام حاولوا يفضل اعتصامات عن طريق إرسال الناس على جمال وحصنة عشان يخوفوا الناس ويخليهم يرجعوا لبيوتهم ودلوقتي نشوف مع بعض حل السؤال اللي سألنا من شوية تفتكروا الرئيس المصري السابق حسني مبارك تنازل عن حكم بعد كم يوم؟ تنازل الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم 11-2 بعد 18 يوم وظهرات قال فيها للشعب أكتر من خطاب عشان يحاول يهدي الأوضاع ولكنه فشل واضطر للتنازل في النهاية إيه رأيكم في درس النهاردة؟ هل تعلمتوا شيء جديد ومسير الاهتمام؟ وانتو كمان قلنا هل مريد بلدكم بأحداث مشابهة زي كده؟ هل كان عندكم موقعات جمل زينا؟ نرحب بتعليقاتكم على ArabicPod101.com أشوفكم الحلقة الجاية